أهلا بكم تفاصيل جديدة ومهمة جدا أعلنها البنك المركزي بخصوص المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسط الدخل واللي بتوصل مدة التأسيط على 30 سنة بفائدة بسيطة 3% أسئلة كثير للناس بتسألها الفترة دي عن أهم مشروط المبادرة والشعق فيه نوب كام كل التفاصيل دي عرفها لكم النهاردة تابعونا جمال نجل من نائب محافظ البنك المركزي قال أن من أهم الشروط العامة للمبادرة هو تمن الواحدة السكنية وأن يكون في حد أقصى لدخل الأسرة وهو 50 ألف جنيه أو للفرد 40 ألف جنيه كحد أقصى علشان يتم ضمان أن تمويل يروح للمستحقين وأشار أن المبادرة بتشتريط أقلازية الدخل المستفيدين من محدود الدخل عن 4500 جنيه للأعزب و 6000 جنيه للأسرة وما يزيدش الدخل عن 10 000 جنيه للأعزب و 14 ألف جنيه للأسرة لمتوسطي الدخل وكشف نائب محافظ البنك المركزي عن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل مبادرة التمويل العقاري لمحدود متوسطي الدخل ولكن كشف عن حاجة مهمة جدا أن الحد الأقصى لسعر الشقة الوحدة السكنية 350 ألف جنيه لمحدود الدخل ووضح أن الأقصى هتكون حوالي 1027 جنيه ده هيكون القصة الشهري للمستفيد من المبادرة وعلى حد قوله قال أنه ده هيكون أقل من سعر شقة الإيجار حاليا وزي ما احنا عارفين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدود متوسط الدخل لقدرتهم على تملك شقة سكنية وده من خلال كروت طويلة بتصل 30 سنة وفائدة مخافضة جدا ما تتعداش 3% وهتنطلق المبادرة دي على شغل الإسكان الاجتماعي اللي بيتم توجيها لمحدود الدخل من خارج برنامج الإسكان الاجتماعي أو الإسكان المتوسط اللي هيكون في سكن مصر أو دو مصر أو للإسكان الفاخر في مشروع جنة ونرجع تاني لتصريحات جمان نجم نائم محافظة بنك المركزي اللي قال إن مبادرة التمويل العقاري هتغطي على أقل 200 ألف شقة ومن المقرر إن تفعيل المبادرة ده هيبدأ خلال الأسبوعين الجيين يعني مش وقت طويل ولا حاجة وده من خلال البنوك اللي هتشارك في تمويل العملة ومن الحاجات المهمة اللي لازم كل المواطنين يعرفوها اللي وضحها نائم محافظة بنك المركزي إن من ضمن شروط المبادرة الجديدة هو إن المستفيدين من مبادرات التمويل العقاري اللي فاتت لا يمكنهم الحصول على تمويل جديد في مبادرة التمويل العقاري الجديدة دي وقال المواطن لا يمكنه الاستفادة من برامج الدعم العقاري المقدمة من الدولة أو وزارة الإسكان إلا بشقة واحدة فقط ووضح كمان إن الوحدات السكنية اللي هتدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري لازم تكون جهزة التشطيب والمرافق وقابلة للتسجيل العقاري ومرخصة بشكل كامل وإنه لايمكن التعاقد على شواء تحت الإنشاء وقال جمال نجم إن المبادرة ما بتشتريتش تكون الوحدة السكنية المستفيدة ضمن مشروعات وزارة الإسكان الاجتماعي وده اللي اترادت كتير الفترة اللي فاتت إن الشواء لازم هتكون تبعهم مشروع الإسكان الاجتماعي وبدأت الناس تسأل هنسكم بعيد هتكون الأماكن بعيدة لأ هو مش شرط إن تكون تبع وزارة الإسكان الاجتماعي وكمل كمال نجم وقال يمكن للعملة تحويل تعاقدهم مع المطورين العقارين عند التعاقد على وحدات جديدة ليتم ضمها تحت وزارة مبادرة البنك المركزي من خلال سداد نسبة من قيمة الوحدة لصالح البنك وسداد النسبة المتبقية على أقصاد وده بعد ما هيقوم البنك بشراء الوحدة كاملة من المطور العقاري يعني معنا كده إن إحنا مش مشتريطين لا مكان ولا تبع أعلان الإسكان الاجتماعي ولكن كمان أحب أأكد لكم إن شراء الإسكان الاجتماعي هتكون من ضمن الوحدات المطروحة في المبادرة وقال جمال نجم كمان إن من ضمن شروط المبادرة حظر بيع الوحدة لمدة سبع سنين يعني طول ما بيكون في عليها إصاد ممنوع إن المالك يبيعها لأي حاجة فقال إن في حالة الرغبة ببيع الوحدة بيلتزم العميل بسداد المبالغ المتوقية من كمتار يعني ينازم سدد كل العلي للبنك وبعدين يبيعها زي ما هو عايز